السلام عليكم صديقاتي أصدقائي درسنا اليوم في علوم حياة والأرض العلاقات الغذائية في الوسط الطبيعي وإنتاج المادة وتدفق الضق العلاقات الغذائية في الوسط الطبيعي درسنا الأول تمهيد إشكال كيف تستنظم العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية في مختلف الأوسط الطبيعية وكيف تساهم هذه العلاقات في توفير توازنات طبيعية العلاقة الغذائية وتمثيلها هي مجموعة من الكائنات الحية مرتبة بحيث أن كل كائن يمثل غذاء الذي يليه بمعنى آخر هي تمثيل بسيط للعلاقة الغذائية بين الكائنات الحية حيث كل كائن حي يشكل حلقة يأكل من طرف الذي يليه مثل العجب يأكل من طرف الأرنب والأرنب من طرف الثعلة الحبوب تأكل من طرف الفأر والفأر يأكل من طرف الأفعة والأفعة تأكل من طرف الباز أما ورق النبات يأكل من طرف الأسرور والأسرور يأكل من طرف قرقب أزرق هذا كله ونتقل إلى الشبكة الغذائية وهي غرزة خوفيك انظر الوثيقة 35 وهناك تكبر الوثيقة حتى تظهر واضحة ويظهرها الأسماء بكيفية واضحة دتيما بوما قرقب عكبر نارية كلهم أسماء لحيوانات وهذا الكائنة الحية وأغذيتها الغراب يتغذى على حبة الدراء والنارية على الأوراق والعكبر على نباتة الدراء واليرق على الجذور والدتيما على نباتة الدراء والقرقب على النارية والطبين على الدتيما والعكبر والسرعوب على الدتيما والعكبر والباز على الأفعى والدتيما والعكبر والبوم على الدتيما والعكبر والقنفد على الأفعى وهكذا ذواليك ثم ننتقل إلى متوية السلسلة الغدائية تبتز نباتات الإخدولية بتغذية ذاتية ممكنها من إنتاج المادة الكربونية لذلك تسمى منتجون بينما الحيوانات فهي غير ذاتية التغذية تحصل على مادة عضوية جاهزة فهم إذن المستهلكون المستهلكون من الدرجة الأولى الساءة حيوانات عشبة استغداء مباشرة على المنتجين نباتة الخضراء المستهلكون من درجة الثانية حيوانات لاحمة أو قارسة استغداء لمسالكين ساء المستهلكون من درجة الثالثة حيوانات لاحمة أو قارسة استغداء لمسالكين سدو أو ساء تحتوي الترب على كائنات مجهلية نباتية وحيوانية تساهم هذه الكائنات مع ديدان الأرض في تفكيخ المادة العضوية الموجودة في جثة الحيوانات أو نباتات الميتة وتحولها إلى مادة مادينية قابلة للإستعمال من طرف النباتات اليخضرية لهذا تسمى المحللون ونكون قد انتهينا من مستويات السلسلة الغذائية وسوف نمر إلى سوف نمر إلى إنتاج المادة وتدفق الطاقة يصحب نمو الكائنات الحيازيات في الكتلة والقد ناتج إنتاج المادة العدوية وتنتقل المادة الكربونية التي أنتجها المدجون من مستوى غذائي إلى آخر وتتعرض لتغيرات بسيطة حال المادة عبر التغذية يرفقه انتقال للطاقة فالطاقة التي تستمدها النباتات من الضوء أثناء التركيب الضوءي تخزن في المادة الكربونية وتسمى بالطاقة الكيميائية الكاملة عندما تستهلك الحيوانات هذه المادة الكربونية تستخلص منها الطاقة اللازمة لأنشطتها ونشير أن انتقال الطاقة لا يشكل دورة كما هو الحال لانتقال المادة حيث استدفق كمية منها بالوسط على شكل حرارة ضائعة يتم تمتيل مختلف المستويات الغذائية وفق هرم غذائي هذا رسم تخطيطي أندو الوثيقة 38 في الكتاب المدرسي وكذلك هذا في صفحة 38 في الكتاب المدرسي وجب الرجوع إليه أصدقائي صديقاتي تمتيل الوثيقة المستويات الغذائية التي يمكن ملاحظتها في وسط عيش المعين حيث النباتات الخضراء تستقبل جزءا من الطاقة الشمسية لتحويلها إلى طاقة كيميائية تخزونها في المواد العضوية النباتية التي سقوم بإنتاجها لهذا تسمى منتجة ثم أن الكائلة التي توجد في المستوي الأعلى تستخدع على تائنة التي تتواجد في المستوي الذي يوجد تحتها تسمى هذه المستويات الغذائية بتتفق المادة والطاقة عبرها بمنتجون وسائي مستهلكون من درجة أولى وسائي دو وسائي دو وسائي من درجة ثانية وسائي تخوى مستهلكون من الدرجة الثالثة إلى هنا أصدقائينا قد انتهينا من درسينا لليوم ينتاج المادة والطاقة وكذلك العلاقات الغذائية في الوسط